جهود كبيرة تبذلها الدولة في كافة المدن والمحافظات للتطوير وتوفير السكن المناسب للمواطنين وفي محافظة المينيا شهدت المينيا الجديدة انشاء العديد من المناطق السكنية والخدمية والصناعية والسياحية والترفيهية جهود كبيرة تبذلها الدولة في كافة المدن والمحافظات للتطوير ولتوفير السكن اللائق للمواطنين وفي مدينة المينيا الجديدة لم يختلف الوضع كثيرا حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء 85 عمارة بمنطقة الامتداد تبلغ إجمال مساحتها 31 ألف فدان مخطط منها 6500 فدان تعلو مستوى سطح البحر ب135 متر حضراتكم إحنا في منطقة الامتداد دلوقتي داخل مشروع إنشاء 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة سكن لكل المصريين تبلغ مساحة الوحدة 90 متر تكلفة إنشاءها 172000 شاملة الربط على المرافق بالإضافة لتنسيق الموقع العام العمارات الجديدة تضم 2040 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة الواحدة حوالي 90 متر مربع شاملة جميع المرافق بالإضافة إلى إنشاء الموقع العام للمشروع أنا بأشرف أن أنا موجود في بقعة الدولة اهتمت بيها والدولة عملت مساكن للشباب ومساكن للأسر ومدينة جديدة ما شاء الله وفرت فرص عمل للشباب الحمد لله البلد مشهري الأمام النمو الاقتصادي في البلد والنمو العمراني الحقيقة احنا بنشهد إنجازات عظيمة جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى المحافظات يعني هنا بالنسبة للمحافظة المانيا إن شاء الله زي ما حاك شايف كده الحي ده بالكامل إسكان اجتماعي وفي قلبه ومدرسة ده للمتفوقين مدرسة تستم لأ الحقيقة بتبذل الدولة جهود عظيمة جدا أنا بشكر الدولة المجهودة العظيم في مجال التعمير الإسكاني وإن الدولة عموما يعني لا تقلو جهدا إنها توفر مساكن لكل الناس اللي في الدولة سواء موظفين أو أي فرض في المجتمع بتوفر له مساكن وطبعا المدن الجديدة نعمة من عند ربنا يعني فيها كل احتياجات المواطن والرفاهية للمواطن ونشكر السيد الرئيس على مجهود رائع في هذا المجال مدينة المينيا الجديدة تقع في شرق النيل أمام مدينة المينيا القديمة وتبعد عن محافظة القاهرة 250 كيلو متر وتضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية هي إذن جهود حفيثة تبدلها الدولة في محاولة لتوفير السكن المناسب للمواطنين في مختلف المحافظات ترجمة نانسي قنقر